السلام عليكم الطلاب اهنا نتبقى محاضرة جديدة من محاضرات الـ Data My Mean ان شاء الله اليوم في هذا الاسبوع او في محاضرة هذا الاسبوع رح نكمل معاكم المحاضرة اللي بدأناهم واللي كانت حول pre-processing المعارجة المسبقة للبيانات اللي تسبق عملية التنقيب احنا نتكلمنا في الاسبوع السابق عن الـ processes الأولى وهو Data Cleaning وقلنا انه البيانات في الـ Real Application او في العالم الحقيقي او في طبيعتهم تكون incomplete غير كاملة تكون noisy فوضية مو صحيحة وتكون غالبا او بعض احنا تكون مفقودة البيانات في حال كانت مفقودة اذا نتكلمنا عنها او عن هذا الخيار وبياننا مجموعة من الطرق اللي ممكن نستخدمهم حتى نعالج هذا الفقدان من ضمنهم قلنا انه نستخدم عدم او فل او فل او فل او فل او 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 ببنا او اما استخدم المين او استخدم جول بل و او استخدم أي التخمين بناء على معلومات مسبقة اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن الجزء الثاني وهو أو عن الأخرى اللي ممكن تواجهنا في محرة تنظيف أو تنقية البيانات وهو وهو وضعنا عني بالنويز إحنا أيضا في المحاضرات السابقة تكلمنا عن مسألة إنه البيانات غالبا تكون نويزي أي نقطة بها تكون random نجد هناك بيانات نقدر نعرف من قراءتها من قراءتها إنه هاي البيانات أبارة عن بيانات تم وضعها مجرد لملء الفراغ بيانات غير صحيحة بيانات error بيانات or virus متغايرة in a major link variable هاي البيانات تكون عشوائية بيانات تكون خاطئة وبيانات تكون متغايرة طيب هاي الفاديو ما هو يعني ليش إجدتي ممكن إنهم نعرف أو طيب هاي البيانات الغير صحيحة ما هي الظروف أو كيف تم وضعها هناك هناك أسباب مختلفة أدت إلى ظهور تلك البيانات بعضها مثلا faulty data collection instrument يعني إنه هناك الأداء التي تجمع البيانات حدثت بها خلق أو إنه وسيلة التي استخدمت في جمع تلك البيانات كانت الوسيلة غير صحيحة كأنه يكون الأسلوب مو صحيح بالتالي حصلنا على بيانات تكون noise أو إنه حدث فعطل في تلك الأدات كأنه يكون جهاز ما والجهاز قرأ البيانات بصورة خاطئة أو فسرها بصورة خاطئة بالتالي أنطاني out بتلك البيانات خاطئة فهذا ممكن إن يحدث مثلا قراءة رادار رادار ممكن يحدث فيه خلل أو عطل فيقرأ لي البيانات بصورة خاطئة وأنا أخذ out من الرادار وأعتبرها بيانات حقيقية هذا مو صحيح لازم نتأكد إنه الضيانات تكون مقبوعة بالشكل الصحيح أو data entry problem إنه أثناء عملية مثلا أنا هناك شخص مسؤول عن إدخال البيانات في الdatابيس فكان هذا الشخص خطأ في عملية الإدخال عملية نقل البيانات من السجل مثلا سجوارقي إلى الdatابيس الحاسبة فحصل هناك خطأ أو إنه هذاك الشخص أو هذا الشخص المسؤول ما فهم طبيعة هاي البيانات أو الغرض من هذي البيانات فالسرهب بأسلوب آخر وعلى أساس تفسير الخاطئ دخل البيانات وبالتالي حصلنا على بيانات غير صحيحة أو ممكن أن نحصل على نويزي داتا نتيجة data transmission problem أثناء عملية التنقل أو تحولي بيانات من فورمات إلى فورمات حدث هناك بعض الأخطاء أدت إلى حصوننا على نويزي داتا إذن how can we smooth out the data to remove the noise نحن خلاص حصلنا على بيانات تكون غير صحيحة أو أنه عدنا بيانات تكون نويز فنحتاج أنه نسويها smooth أي أنه نحاول نقلل أو نعم من هائل يعني نحاول أنه نقلل من تأثير هذه البيانات نحاول نجعل هذه البيانات مقاربة للقيمة الحقيقية قدر الإمكان هذا ما نطلق عليه ب smooth هناك طووسات أو طرق مختلفة لمعالجة النيويزي داتا من الوسائل الشعب وهو البنينج داتا البنينج أو طريقة البنينج داتا مثل البنينج ميثود is used to smoothing the noisy data البنينج ميثود is used to smoothing the noisy data يعني هي الطريقة تستخدم لتعديل البيانات العشوائية طيب طيب كيف نعديلهم وما هي الخطوات من أجل تطبيق the smoothing planning method في أول خطة نحتاج أنه أنه sort data أنه نرتب البيانات كأنه يكون تصاعدية أو تنازلة بس أنهم البيانات تكون مرتبة and portion into equal size pin ونقسم إلى أقسام تكون قدر الإمكان متساوية then one can smooth by من pin mean smooth by median or smooth by pin boundaries بعد ما رتبنا البيانات وقسم نطبق عليهم عملية السموت اللي تكون أو أساليب السموت واللي تكون أما mean median or or boundaries in general طعا هاي الطرق رح نطرح بمثال وتفهم الشيء اللي أخصده in general the larger the width the greater the effect of the smooth إنه أنا كل ما أنا قلت هنا نقسم هاي لأقوى سايز نقسم بيانت عندي مجامي وكل ما كانت طول هاي المجامي أو هاي الفترات كانت طويلة أو كبيرة رح تأدي إلا أنه تأثير السموت يكون أكبر مثلا for example the data for prices هاي عندي هاي البيانات are first sorted and then partial into a cool frequency pin of size 3 عندي هاي البيانات في البداية إنه أحتاج أرتبهم وأقسمهم إلى ثلاثة أقسام هنا أنا قاية ثلاثة أقسام بس ممكن إنه أنت تقدرهم ممكن تأخذ أقسام ثانية يعني مولا ثلاثة أقسام كان هوا أربعة اثنين وهكذا على حسب قرارت إنتد البيانات وفيهمهم بين partial into equal frequently pin of size 3 بمعنى each pin contain three values لأن عندي هنانا ثلاث قيم وهنا ثلاث قيم وهنا ثلاث قيم وغل هذا المثال في أول قطوة لازم نرتب البيانات ترتيب تصاعدية أو تنازلي على حسب يعني مثل ما نريد لكن المهم إنه تكون البيانات مرتبة بعدين إحنا في منطوق المثال قلنا نقسم البيانات إلى ثلاث مجامع فنقسم عندي هاي البن الأولى أو هاي النجموعة الأولى وهاي الثانية وهاي الثالثة ونرتب بها الصورة في القطوة التالية إنه نطبق عليها أحد وسائل السموثينج واللي هنا طبقنا عليها البن عفوا المين أي نأخذ القيم الموجودة في البن رقم واحد ونغير كل قيمة مع المعدل يعني عندي أربعة زاد ثمانية زاد خمس تعش تقسيم ثلاثة رح يطلع الأوتبوت هو تسعة إنه معدل هذه الأرقام هو تسعة فنجي نطبق على كل القيم الموجودة في البن رقم واحد كذلك مع البن رقم اثنيا نأخذ 21 زاد 21 زاد على ثلاثة فالأوتبوت رح يكون 22 فنبدل كل قيمة مع قيمة المين هاي مع هاي والأربعة وعشرين مع 22 وكذلك نفس شي للبن رقم ثلاثة أو أنا ما أريد أختار طريقة السموثينج بين مين أريد أختار السموثينج بين فاوندري يعني عندي الخيار في اختيار يعني عندي الحرية في اختيار طريقة السموث لكن بالتأكيد الاختيار يعتمد على طبيعة البيانات اللي جمعناها مثلا لو طبقت البن باوندري أو كيف نطبق البن باوندري الطريقة الأخرى البن باوندري تعتمد على أنه أجد الحد الأدنى والحد الأعلى للبيانات وأستبدل كل قيمة القيمة الوسطية مع البيانات القريبة لذلك الباوندري مثلا عندي هنا الباوندري للبن رقم 1 هو 4 و 15 فأجي أبدل الثمانية مع القيمة القريبة مع الحد القريبة بعد هنا عندي الثمانية هي أقرب للأربعة أكثر أنها هي أقرب للـ 15 فأبدل الثمانية وخليها أربعة ونزل الباوندري عندي أربعة وخمسطعش كذلك عندي هنا عندي الثنين وثلاثين اللو باوندري أو الحد الأدنى هو 25 والحد الأعلى هو 34 فالثنين وثلاثين هي أقرب للـ 34 أكثر من ما هي أقرب للـ 25 فأجأ أقول لها 32 خليها 34 ونزل للحد الأعلى والحد الأدنى أنا أيضا ذكرت ملاحظة وقلت إنه كل ما زادت زادت فترة أو الأرقام الموجودة في كل تقسيم زادة مقدار تأثير السموث على تلك البيانات لنفرض إنه أنا قسمت البيانات هنا إلى إلى خمس عناصر وجدت مقدار المعدل لهذه الأرقام لنفرض كان المعدل عندي هنا هنا لنرفض كان المعدل هو يعني 4 زاد 8 زاد 15 لو كان نرفض المعدل هو عبارة عن رقم 22 يعني هذا الرقم مو صحيح يعني غالبا يكون مو صحيح بس كمثال إنه المين هنا لهاي الأرقام سوى لـ 22 فأجي أبدل كل أرقام على أساس اللي سموث باي بين مين أبدل هم بالـ 22 فصار عدة المجموعة الأولى صار بين ون بعد ما هي كانت 4 8 15 21 21 أخليهن كل 22 وهكذا الأربع قيام البقية صار عندي الأربعة 22 الثمانية 22 الخمستعش 22 والـ 21 21 أيضا 22 لكن لو كانت الأربعة هي قيمة حقيقية وصحيحة مقيمة عشوائية أنا لاحظت أنه الأربعة صورة كبيرة أو فترة مقدار التغيير مرة كان جدا كبير ليش لأن مقدار لن القيم أثر على الأربعة قيم عالية قيم قليلة فالقيم العالية أثرت على القيم القليلة بالتالي زودت مقدار النويزي بدل ما أقلل أنا زودت لذا أنه كل ما كانت الفترة قصيرة أو البن كانت مجموعة الأيتم الفاليو مرتها قصيرة كل ما قلت قيمة ظهور النويز بشكل أكبر فأنا دائما أفضل أنه أختار فترات كثيرة تحتوي على بيانات قليلة حتى أحد من النويز داتا والسموث يكون إلى تأثير فعال نأخذ المثال الآخر لو عند داتا أتروبيوت الفاليو يعني عندي بها أتروبيوت على هذه الصورة أول خطبة مثل ما قلنا شنو لازم أرتب البيانات صور داتا فقل من نلاحظ أنه هاي البيانات تقريبا هنا مجموح أو عدد هنا دعش فاليو فما رح أقدر أقسم لمجاميع متساوية أنا قلت أتجنب مسألة قسمة البيانات يعني مثلا دعش فاليو أقسم إلى قسمين ما ريد مجاميع تكون كبيرة ريد مجاميع تكون صغيرة فلو قسمنا هن مثلا بأربع بنات هنا عندي المجموعة الواحدة وهي مجموعة الثانية وهنا الثعثة نلاحظ المجموعة الرابعة ما تحوي على ثلاث فاليو تحتوي على ثمين فعادي إنه إذا مفد مشكلة إذا البن الأخيرة تحتوي على قيمة زائدة أو ناقص مقارنة مع البن الأخيرة هنا عندي ناقص أو هنا ثلاث 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 عام مو مشكلة أو إذا كان عدي هنا أربع أربع والبقية عندهم ثلاث ما يوجد مشكلة فأقسم البيانات وأطبق عليهم السموتينج آآ تولز من الوسائل الأخرى لكلينينج الداة ولتقليل المقدار النيوز الداة طريقة أخرى وهو نقصد بالأوت تحديد وحذف البيانات اللي تكون خارج البيانات تكون بيانات غريبة وعشوائية على البيانات اللي عندي مثلا أو بصور أكثر يعني أكثر تعمق الـ الـ ماذا نعني بها هو هي تلك البيانات البيانات المؤشرة التي تقع خارج الباترون الموزعة اللي تعرف للبيانات خارج البيانات الموزعة اللي عندي عندي الباترون ديستروبيوشن أخصد به هذا الخط أو هاي البيانات يرسم هذا الباترون يعني مقدار انتشار أو توزع البيانات فنلاحظ أنه هناك بعض البيانات ظهرت بمسافة بعيدة عن الباترون ديستروبيوشن فهذه البيانات نسميها Outlayer لأنه تكون بعيدة عن الباترون اللي عندي فروح أحذفها لأنه بيانات خارج الباترون اللي عندي بالتالي يعني مقدار التغيير ما بين هاي البيانات وهاي البيانات يكون جدا كبير فتكون خارج المجموعة فما أتعب نفسي وأحاول يعني أحاول أنه أحذفها وأتخلص منها لأن تكون بيانات نويزي تقريبا ذني أكثر وسائل مستخدمة في معالجة أو لتنقية البيانات بكرنا هناك طرق لمعالجة المسك فاليوم طرق أخرى لمعالجة النويزي فاليوز في مرحلة الدا كيين ننتقل حاليا أو وسا للمرحلة التالية وهو الدا انتغريشن هي الستيب التالية في ال ماذا نقصد بالدا انتغريشن الدا انتغريشن هي ميرجين دمج ذاتم يساعدنا على تقليل وتجنب تكرار البيانات أو البيانات اللي تأخذ يعني كل مرة تأخذ سياق مختلف ونحن عرف لشن inconsistence البيانات بدي تكون متغايرة هناك ثلاثة امور يجب ان نأخذ بعين الاعتبار في مرحلة الانتغريشن الاول مرحلة او اول اسبكت هو سكيم انتغريشن ماذا نقصد بالسكيم انتغريشن انا ذكرت فيه مثال سابق انه لما اجمع البيانات احتاج اتعرف في حال كانت هذه البيانات تحتوي على ايدي والمثال كان حول تحليل بيانات الطلاب او مستوى اداء الطلاب بالاعتماد على الحال الصحيح للطالب فلو انا جمعت بيانات من السجل الطبي للطالب وبيانات اخرى من السجل المدرسي للطالب وقريت انه هناك ايدي في السجل الطبي و ايدي اخر في السجل فاحتاج اعرف هل هذا الايدي هو ايدي حقيقي وهو نفس الايدي ام لا لانه لو كان نفس الايدي فبسهولة اعرف انه الطالب اللي كان الايدي مات في السجل الطبي اي customer ايدي هو نفس الطالب اللي الايدي مات بي customer هاش في السجل المدرسي فاحتاج اتأكد هل انه البيانات متطابقة ام لا على اساس لو اتأكدت انا اقدر بسهولة اسوي integration اي damage للبيانات والا فتعتبر هذه البيانات غير كاملة انا كمحلل احتاج اتأكد هل انه البيانات او هل هناك توافق ما بين البيانات الموجودة في كل من ال data source الاسبكت الاخر هو object matching بنعمل نعمل بي detect and resolve data value conflict انه نحتاج نحدد ونحل البيانات اللي تكون تكون يعني conflict متضاربة بيانات غير صحيحة بيانات تأخذ انماط مختلفة for the same real world entity يعني في البيانات الانتتي التابعة للانتتي في الحقيقة تكون متغايرة يعني انا عندي اسم الطالب في medical record كأنه يرمز له patient one او patient zero zero one بينما في السجل المدرسي ينطوني اسمه مثلا محمد فانه هناك تضارض ما بين تلك البيانات وهي بيانات تؤدي للشخص واحد لكن هناك conflict وهذا شي جدا شائع في real world database او data source الاسبكت الاخر هو removing duplicate and redundancy data او redundant data انه نحذف البيانات المتكررة الموجودة او التي تم استحصالها في كل من ال data source لو نقض هذا المثال انا عندي داتا set one و data set two انا ذكرت في مرحلة integration انه اوحد البيانات التي تم استحصالها من multiple data source فعندي هذا data source رقم واحد وهذا data source رقم اثنين عندي اول record مثلا او عندي هال attribute name age او stage فعندي هذا record عندي اسمه وعمره ومرحلته بينما عدت فيه ال data set رقم اثنين عندي اسم عمر ودات يعني مواليد مواليد ميلاد هذا الشخص وال blood test يعني هنقول مثلا انه نوع blood type نوع فئة الدم وال disease اللي عنده فيه الحقيقة ننفرض فيه الحقيقة انه هذا record هو تابع لهذا record لكن نلاحظ انه وتأكدنا من هالموضوع لانه ال id متطابق وحنا فهمنا البيانات انه في محل تفهم البيانات عرفنا انه طريقة ترقيم هاي البيانات متشابهة فما عندنا مشكلة مع ال id لكن لاحظنا انه هناك الاسماء متغيرة يعني هنا عدي علي هنا عندي سامر فاحتاج افهم هل انه ال data set انططني اسم الاول او الاسم الثاني او ال data set الثانية استخدمت الاسم الاول او الاسم الثاني فاحتاج اتحقق على شنو اعتمدت تلك ال data set في ادخال البيانات او ادخال ال name of ذلك ال customer او ال user فهذا اللي طلقت علي ال object matching ال attribute الاخرى وهو العمر انلاحظ احنا عدي هنا علي عمره 15 سامر عمره 18 انا اتأكدت انه هذا السامر هو نفس علي من ال id او انا حققت بشكل ميداني حققت انه هذي الاسماء وهذه المعلومات تابعة للشخص واحد لكن نلاحظ هنا عندي العمر 15 وهنا عندي العمر 18 فاشنون اتأكد انه من العمر ممكن استعين باتروبيوت اخرى موجودة في ال data set حتى اتأكد من العمر او اتأكد من هذه المعلومات لنفرض في مثال العمر انا عندي تاريخ الميلاد فاقدر اعرف انه العمر هو 18 فبالتالي هاي المعلومة هي صحيحة وهذه المعلومة هي خاطئ فاحدث وما اعتمد عليها واستخدم هذه المعلومة ايضا عندي مثلا المرحلة مرحلة يعني ما عندي شي ممكن يقول انه المرحلة خاطئ فانزلها وعندي هنا المعلومات الباقية فبعد ما وحد سويت الانتغريشن فهنا العمر يعني هذا اللي اقصدت بي انه ايضا الابجت ماتشنج انه البيانات تكون غير متوافقة في الداة سورس المفهوم من الاسكيم الاخر وهو removing duplicate and redundance data نشوف اشنا نطبق هنا انا بعد ما سويت الانتغريشن ما بين الداة ست و داتا لحظت انه عندي بيانات مثل هنا العمر وعندي ايضا تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد اهنا يعتبر هو اول عمر يعتبر redundance ذاته لانه هاي الاتربيوت كل منها تؤدي الى الاخرى انا اذا عرفت تاريخ الميلاد فقدرت اعرف العمر او اذا عندي العمر فما احتاج الميلاد فاحذف اما هاي انه بطء في عملية تنقيب البيانات انا احتاج تكون بيانات تكون بيانات مختصرة وكافية removing duplicate and redundancy data او redundant data an attributes such as annual revenge for instance يعني عندي attribute مثلا الدخل السنوي may be redundant او ممكن ان يكون متكرر if it can be derived from another attribute يعني عندي بعض attribute ممكن ان تتكرر مثل مثال السابق كان انه عندي العمر وعندي تاريخ الميلاد فهنانا العمر اعتبر بيانات ممكن ان تتكرر كذلك عندي الدخل السنوي انا اعرفت انه الراتب لي الموظف كل شهر اعرف الدخل السنوي الى فأما اخذ الدخل اجمع بيانات حول تلك الشركة اما اخذ الدخل السنوي او اخذ مقدار الراتب ما احتاج اخذ عمودي عمود للرواتب وعمود اخر للدخل السنوي لانهن بيانات متداخلة كل منها تؤدي الى الاخر ايضا عندي اسpect اخر وهو inconsistence in attribute can also cause redundancy in the result data set يعني اذا عندي بعدما sweat integration لل data source اذا حصلت او ولقيت عندي inconsistence ممكن هاي ال inconsistence تؤدي الى حصولي على redundancy في البيانات يعني بعدما sweat integration ظهرت عندي بيانات متكررة بسبب انه في الحقي او في الاصل هذه البيانات كانت inconsistence مثلا لو اني عندي هنا في ال data set يرمزون مثلا ال state برقم او برمز اي وهنا ايضا كان عندي بال stage ننفض هنا عندي stage يعني هنا attribute اخر stage ورمز برقم خلنفض اه اي عندي هذا stage وهنا رمز ل اي هنا خلنقول بي وهنا رمز لها ب 6 و 1 فهنا عندي استخدم استوب الا ارقام استوب الحروف وهنا استخدم استوب الارقام لما اجل اسوي integration اش رح اكتب هنا رح يصير عندي عمود اخر ونحن نغير هذا وهنا عندي stage صار عندي هنا اي وهنا ب ارقام راح انه ال stage عندي تكررت وسبب هذا التكرار انه هنا استخدم حروف وهنا استخدم ارقام فال inconsistent هنا واضحة وهنا ادت لي الى تكرار البيانات two possible schemes could be used to deal with redundancy او redundants اذا لدينا هنا هنالك طريقتين ممكن ان نتعامل مع البيانات المتكررة وانقيس هل هذه البيانات متكررة ام لا ونطلق عليها بال correlation analysis وال covariance analysis careful integration of the data from multiple sources may help reduce avoid redundants الانتغريشن الصحيح of data يعني عملية توحيد البيانات بشكل صحيح may help ممكن ان يساعدنا في تقليل وتجنب redundancy and inconsistence and improve mining speed and quality عملية الانتغريشن الحضرة والصحيحة ممكن ان تساعدنا على تقليل البيانات المتكررة والبيانات المتغايرة وبالتالي تساعدنا على تحسين سرعة الماينينغ التنقيب وتحسين الجودة أو الكوارتي النوعية لو نأخذ السكيم الأول للمعالجة أو لقياس مقدار redundancy عن كارت من الكواريينغ وهي ال covariance وال و الكواريينغ فعندي أول الكواريليشن ما راح اطلق لا راح اخذ بس ال covariance ال covariance is used for assessing how much two attributes change together إذن هي طريقة تستخدم لتقييم أو تحديد مقدار مقدار two attributes يعني مقدار التغير ما بين two attributes الذي يحدث معا يعني عندي two attributes أرضقيس مقدار التغير هل هذه التغير معا أو تغير معا باتجاه واحد يعني كأنه اثنان يزودا أو اثنان يقلا أو لا واحد بهم يزداد والآخر يقل بالتالي independent يعني ما تكون قيمة معتمدة على الآخر يعني لنفرض آني عندي مقدار إذا عرفت إذا عرفت المواليد أقدر أعرف العمر وإذا عرفت العمر أقدر أقدر المواليد ميلاد ذلك الشخص لأنه بيانات مترابطة لكن لو عندي مثلا العمر مع المرحلة نعم مثلا العمر مع مثلا حالة صحية للشخص ما أقدر أحدد العمر لا يؤدي لي إلى معرفة الأمراض بذلك الشخص وكذلك مرض هذا الشخص ما يقدر ما يقدر يعني ما أقدر أستنتج اليوزر فتحتبر بيانات مستقلة يعني أقصد بيها مثلا أنه أنا عندي two entities A والB وأريد أعرف مقدار التغير ما بيناتهم فعندي هنا أجد المعدل كأول خطوة حقيقة كوفيريينس هي هاي المعادلة الكوفيرينس هذا معادلة الكوفيرينس فاشتون أشتقها في البداية أحتاج أعرف المين معدل بيانات الأتروبيوت A بالتأكيد أسوي صميشن للأتروبيوت الأي على عددهن وكذلك A للB تساوي لB مين أو هاي الشارحة تساوي صميشن الB من الواحد إلى عددهن وعلى العدد فالكوفيرينس بي تساوي A للأي في بي ناقص معدل الأي في معدل البي ناخذ في المثال ويكون أوضح هناك أساسيات أو مفهوم نحتاج أنه نعرف فور اللي يخص الكوفيرينس التغير ما بين البيانات الرقمية فور 2 أتروبيوت A and B that tend to change together يعني عندي 2 أتروبيوت يميلون إلى عملية التغير أو التغيير في تلك البيانات وتكون مترابطة لذا في تلك الحالة فالأي is larger than من الأي يعني إذا كانت الأي هي أكبر من معدل الأي نتيجة ذلك البي أيضا تكون أكبر من معدل البي أي أكبر من معدل الأي فالبي أيضا كنتيجة لذلك تكون البي أيضا أكبر من معدل البي therefore the covariance between الأي and البي is positive يعني التغير ما بين الأي والبي يكون موجب فالأي is less than معدل الأي than البي كذلك يكون مقدارها أقل من مقدار البي هو الcovariance في تلك الحالة therefore the covariance between الأي and البي is negative يكون سالب لكن في حركة فالأي and البي are independent أنا قلت هنا tend to change together يعني الأي والبي تكون مترابطات مترابطان فتكون هناك يعني مقدار التغير ما بيناتهم يكون أو يسير باتجاه واحد لكن في حال كانت الأي والبي independent مستقلات فالتغير ما بيناتهم يكون صفر they don't have correlation كل منها يؤدي إلى معلومة مختلفة عن المعلومة التي تنطيها البيانات الأخرى عندي A مثلا A يعني equation A multiply B يساوي equation A multiply equation B therefore the covariance is عندي هذه معادة covariance ما ستساوي لي مع أن هذه القيم مختلفة هذه احتمالية أن كل منها إذا حللتها ستساوي في equation B تساوي ل صفر لأن بيانات مختلفة ما يكون بيانات متشابه فالcovariance ما ستكون يساوي صفر أو مقدار تحدي البيانات ستكون صفر أو نتيجتهم تكون صفر نقض هذا المثال عندي استقل process for L electronic and high technology أو high tech عندي هاي data set جمعناه من multiple data source الdataset الأولى هي L electronics والdataset الثاني هي high technology جمعناه ووحدناه في data set واحدة في مرحلة الانتيجريشن فأريد أقيص مقدار ترابط ما بين هاي البيانات اللي جاية من all electronics والبيانات اللي جاية من high technology فأطبق عليها الcovariance analysis of numeric attribute في بالبداية يحتاج أنه استخرج المعدل لل electronics أو electronics company أخذ هاي البيانات 6 زاد 5 زاد 4 زاد ثلاثة زاد 2 وأقسم هن على 5 والآن أطبق عندي 4 كذلك نفس الأسلوب أطبق مع high tech وأقول 20 زاد 10 زاد 14 وهكذا يطلع لي 10 هس هسا أجد أجد الcovariance أنا نفسي الcovariance يساوي أكوين أكوين الأي في البي ناقص أي مين أو معدل الأي في معدل البي فجأة أقول أضرب للأي والبي نضرب أتروبيوت الأي مع أتروبيوت البي فش صير 6 في 12 هنا هاي القيمة وأنا عندي summation زائد 5 في 10 زائد 4 في 20 زائد 3 في 5 أضرب كل قيمة مع القيمة التي تقابلها في الاندكس أو في المؤشر وأستخرج الأوتبوت وأقسم على الان الان عندي هنا نجد خمسة فأقسم على خمسة ناقص مين الأي نجد مين الأي هنا من الأي نحن استخرجنا قبل فهي 4 في مين البي اللي هو 10.80 فهنا أجمع وأقسم وأضرب هكذا يطلع لي الـ هو 7 يعني أنا عرفت أنه في حال ارتفعت المبيعات في هذه الشركة هذه الشركة أيضا رح ترتفع مبيعاتهم لأن هذه البيانات مترابطة كوفيرينس ما راته كان بوزتف فهنا عندي ارتفاع في مقدار يعني الـ الـ أو الأسعار فهنا أيضا عندي ارتفاع فأقدر أنه أختصر بدل ما أجمع بيانات هاي الشركتين أختار بيانات شركة وحدة وأترك الأخرى لأنه أنا مثلا عندي لو اختار هاي تكنولوجي إذا عرفت أنه هاي تكنولوجي عدها ارتفاع في الأسعار فأنا سأعرف أنه الـ الـ ارتفاع بالأسعار لأنه بياناتهم مرتبطة مع هذه الشركة مع وفي الـ الـ اللي حصلت عليها بعد الـ وأنه فقط أحتاج أنه أضيف فقط بيانات شركة وحدة فمثلا في مثالي أفضل أنه أحذف هذه الـ وهذا هو فأدت الـ Covariance Covariance of Numric Data لو ناخد مثال آخر عندي هنا أيضا هاي الـ حصلت عليها بعد ما سويت الـ Integration عندي Annual Retirement وهنا للـ A وهنا للـ B عندي هاي سنوات يعني سنوات مختلفة مقدار الدخل السنوي أو العائد السنوي لتلك لهذه السنوات للـ A في 2008 كان واحد ولل B كان في 2008 كان ثلاثة وهكذا فأريد أعرف هل Attribute هذا هاي هاي الشركة أو هاي المؤسسة مرتبطة مع بيانات أو Attribute هذه المؤسسة فأطبق عليها Covariance إحنا قلنا في البداية نجد المعدل وبأسلو سهل أقول له واحد زائد مينس اثنية زائد ثلاثة زائد صفر زائد ثلاثة وقسم على الخمسة وعندي هنا معدل هاي هو واحد كذلك أطبق معادلة المين لاستخراج معدل الشركة الرقم بي وعندي هنا كان الـ Output هو ثلاثة أجي أحسب الـ Covariance إش أقول له أقول له واحد هاي ذكرنا الـ Covariance هو A Equation A يعني multiply أو في الـ B ناقص مين الـ A في مين الـ B فأقول له واحد في ثلاثة زائد يعني هنا إشارة سالبة طلعت برة وهكذا ناقص واحد في ثلاثة هنا نعده وهذا مين الـ A وهذا مين الـ B فالـ Output هي minus point 8 أنا أخذت هذا المثال حتى أقول لكم يعني حتى أنطيكم مثال على القيمة السالبة بالتالي عندي بهاي الشركة انخفاض في مستوى الدخل وآن معرفت أنه انخفاض يعني معرفت أنه الـ Covariance ما بينات إن هو سالب فإذا عرفت أنه هاي البيانات عندها انخفاض في مستوى الدخل فأنا أيضا رح أعرف أنه شركة بي أيضا عندها انخفاض في مستوى الدخل فأما أختار هاي الشركة أو أختار هاي الشركة لأنه أنا ما أحتاج الـ Redundant Data البيانات المتكررة فأاخذ بيانات شركة واحدة فقط وأترك بيانات الشركة الأخرى لأنه هنا شركات مرترابطة لكن لو مثلا هنا الـ Output عندي طلع صفر يعني الـ Output عندي مو هنا مو minus point 8 الـ Output عندي طلع صفر شنو معناته معناته إنه هاي الشركة مستقلة بيانات هاي الشركة وهاي المؤسسة مستقلة عن بيانات الشركة الأخرى فبدا نتيجة ما أحدف وحدة بيهن لأن كنهن اثنين بيانات مختلفة ورح أستفاد من عدهن فأخليهن لكن إذا كانت بيانات مجربة أو سالبة أحدف واحد من عدهن وأخلي الآخر إن شاء الله هنا خلصة محاضرتنا إن شاء الله تكون استفادت ومن عده